السلام عليكم أهلاً وسهلاً كديري لبس عليكم كانت منكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير الدرس دينا اليوم كيف تتنقل الحيوانات على الأرض إذن سنتعرف عن ما هي الأعضاء للحيوانات التي تمكنها من التنقل على الأرض إذن لاحظوا معي الصورة جيداً هناك حصان يتنقل في حقل بواسطة قوائمه الأربعة 1 جوش 3 أربعة إذن بواسطة قوائمه الأربعة وهناك ثعبان يتنقل على سطح الأرض بواسطة الزحف على بطنه بواسطة الزحف على بطنه إذن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الأعضاء ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات الحيوانات من التنقل من التنقل على الأرض وبالطبع آخر كل سؤال دائماً علامة استفهام إذن جواب المحتمل هناك حيوانات تتنقل بواسطة القوائم مثل الحصان بواسطة القوائم وأخرى وأخرى تزحف تزحف على الأرض أو لا على بطنها تزحف على بطنها مثل الثعبان إذن ننتقل إلى التمرين ولاحظوا قوائم القطة والفارس أملأ الفارغات بما يلي إذن لاحظوا معي جيداً الفارس حيوان رباعي القوائم 1 جوج 3 أربعة رباعي القوائم يستعملها للمشي والركضي وكذلك القفزي وكذلك القفزي القطة حيوان كذلك رباعي القوائم 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 يستعملها للمشي يستعملها للمشي والجري والجري وكذلك للقفزي القفزي انتبهوا الأفعى حيوان زاحف زاحف تتنقل عن طريق الزحفي تتنقل عن طريق الزحفي على بطنها الزحفي الزحفي وكذلك المشي الزحفي على بطنها وكذلك المشي لأنه عندها واحد الأطرف لأنه عندها هذه الأطرف هذه فتمكنها تمشي بيهم إذن الآن سنتخلصوا واحد الملخص بسيط تتنقلوا تتنقلوا الحيوانات البرية تتنقل الحيوانات البرية إما عن طريق عن طريق المشي المشي أو الركض أو أو القفز أو القفز بواسطة طبعا بواسطة القوائم بواسطة القوائم أو الزحفي على البطن أو الزحفي أو الزحفي على البطني أو الزحفي على البطني مثل الثعبان أو الزحفي على البطني الآن أكتبوا تحت كل رسمين وضعية طرفين الخلفيين طرفين الخلفيين هذو طرفين أماميين وهذو طرفين خلفيين الخلفيين منبسطان أو متنيان إذا لاحظوا إذا لاحظوا معي جيدا هنا متنيان متنيان منبسطان منبسطان هنا متنيان متنيان إذا وبالتالي سننهينا هذا الدرس وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتم معي وإلى اللقاء في درسين قادم إن شاء الله تعالى